السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنبدأ في حل اول امتحان معنا وهو امتحان الدور اول 2019. واول حاجة عندنا هي اختر الاجابة الصحيحة. الخلايا التي تهاجم الاعضاء المزروعة من غير ما تكمل طالما اعضاء مزروعة او فيروسات. يبقى دي على طول الخلايا اللي هي التيسي القتلى او السامة. بعد كده على طول علل وجود الغضاريف. الغضاريف دائما وابدا موجودة عشان تحمل عظام من التآكل بفعل الاحتكاك ويا عشان سهولة الحركة. تاني حاجة علل تعتبر فراضية الخيوط المنزلقة من اشهر الفروض لتفسير. طبعا هقول انها بتعتمد على التركيب المجهر الدقيق لالياف العضلات. وبالتالي قام هكس ليه بالمقارنة بين آآ ليف عضلية في حالة انكباض وانبساط. تمام كده? بس. يبقى هي اللي اصلا تعتبر اهم جملة واهم حاجة انها بتعتمد على التركيب المجهر الدقيق. بعد كده كمان عندنا اكتب المصطلح العلمي مرحلة في دورة الطمس يتم فيها تحرير البويضة. دي طوعا من اسمها. بيتم فيها تحرير البويضة. يبقى طبويض. ده طبعا اللي هو ملغي. اكتب المصطلح العلمي حواجز طبيعية. تمثل خط الدفاع الاول لمنع المسببات المرضية من الدخول في النبات. طبعا على طول تبقى المناعة التركيبية. بعد كده عدد السبغات فيه التور الحركي. التور الحركي اتنين نون. ذكر نحل العسل نون. قانب بين نخاء العظام وبقع باير من حيث المكان. طبعا المكان بتاع نخاء العظام فيه داخل العظام المسطحة. اللي هي بقى زي التركوة زي القص زي الجمجمة العمودة الفقرية وهكذا. او داخل رقوس العظام الطويلة اللي هي زي العدد وزي الفغز. بقع باير بتتجمع على شكل لطخ او لطع. اسمها لطع هنا مش لطخ. لطخ دي اللي احنا بنقولها هي لطع او بقع. ويتبقى ايه? موجودة على في الامعاء في الامعاء في الغشاء المخاطئ المبطن بتاعها. وزيفة نخاء العظام ايه? هو انتاج خلايا الدم الحمرة وكمان خلايا الدم البيضة وصفائح الدموية. تمامي? يعني هو لبينتك كل حاجة اصلا. وبينضج فيه الخلايا الباقية والخلايا القتلة الطبيعية. اما بقع باير اا يعتقد ان لها دور مناعة. اما بقى بالنسبة لو جينا نقول قارن بين الترسيب والتحلل دي طبعا هتلاقي فيه ملزمة المناعة معمولة الطريقة حلوة جدا. تمام كده? اا بكل بساطة ان الترسيب ده وكلا ما يكون الانتجين زائب بيبدأ اا يرتبط به الجسم المضاد باللي هو الانتجين الزائب ده فيكون مركب غير زائب بيبقى على شكل راسب اا من الانتجين والجسم المضاد. يجي بعد كده ان خلايا البلعمية يبقى سهلة على ان هي تبتلعه. يبقى بكل بساطة. انتجين زائب. يرتبط به جسم المضاد يتحول لمركب تمام كده غير زائب اللي هو على هيئة راسب. فيبقى سهلة على الخلايا البلعمية ابتلعه. التحلل ده ان هو بقى ان انا اتحد الجسم المضاد مع الانتجين. فبالتالي لما يتحد الجسم المضاد مع الانتجين ده ينشط المتممات على الارتباط بالجسم المضاد وتحليل الانتجين. فلما يتحلل الانتجين وتدوب محتوياته يصبح الانتجين سهل فالخلايا البلعمية تبتلعه. اكتب ما تشير اليه العبارة او الرقمان واحد واتنين. فين الرقم واحد والرقم اتنين. الرقم واحد اهو ذيك اللي هي بتبقى عبارة عن رابطتان هيدروجيتان. التي والاي اللي هي السيمين والادنين بيرتبطوا بربطة هيدروجينية صناعية. فبقوله رابطتان هيدروجينيتان. اما رقم اتنين ده بين السي والجي ثلاث روابط هيدروجينية. يقول لك فسر يكون كل شريط على نفس المسافة. من بعضهم البعض. على امتداد جزئي الدين ايه. يعني ليه كل شريط بتبقى هنا المسافة دي بين الاتنين متساوية. بكل بساطة عشان عرض درجات السلم اللي تكلم عليها في النموذج بتاعه. تمام كده? لان درجات السلم بتكون على امتداد جزئي الدين ايه متساوية. تمام كده? وكمان كل زوج من القواعد اللي هي النيتروجينية عندنا الاي والتي وهكزا. بترتبط ببعضها البعض. اه عن طريق. قاعدة لها حلقة واحدة اللي هي اه بريميدين. وقاعدة لها حلقتين اللي هي البيورين. تمام كده? لو بتقلط فيهم احفظ دايما ان البيور اللي هي النقية اتنين. اتنين حلقة. وضح دور كل من. هرمون الرلاكسين وهرمون الالدستيرون. هرمون الرلاكسين ده يسبب ارتخاء الارتفاق العاني عشان يسهل عملية الولادة في نهاية الحمل. اما هرمون الالدستيرون. الالدستيرون ده بكل بساطة. ليه دور مهم جدا في الحفاظ على توازن المعادن في الجسم حيث يعيد امتصاص السوديوم. ويتخلص من البوتاسيوم وبالتالي اه ليه تأثير على الكلية. على الطبقة اللاقاحة الجرثومية. ساكنة الاف الاسبيرو جايلة ساكنة فترة من الوقت قبل ان تكون خيطا جديد. طبعا ده لان الظروف المحيطة بيها تبقى غير مناسبة. وعنده تعرض طبعا الظروف الغير مناسبة ديك الاول بس نقولها اللي هي زي الجفاف او تغير درجة حرارة المية او نقاوة المية. تمام كده فبتفضل ساكنة. تمام كده? وعند تعصن الظروف تبدأ تكون تحلق جديد. يؤدي نتج السمار والبزور غالبا الى تعطيل النمو الخضري. ده طبعا لان نمو السمار او نتجها هي والبزور بيستهلك المواد الغذائية المختزنة. وبالتالي بيوقف الهرمونات. لان انا بستهلك كل اللي بينتجه النبات بستهلكه في ان السمرة دي تكبر او البزرة. تمام كده? مش ان النبات نفسه كله يكبر. لا اللي يكبر السمرة والبزرة بس. انزمات تعمل على اصلاح حيوب الدين ايه? هي انزمات الربط. مع النتاج المترتبة على حدوث الشد عضل يزائد عن الحد. الحدوث الشد العضل الزاد يؤدي لتمزق العضلات وحدوث نزيف دمو. اكتب المصطلح العلمي انزمات تنتيجها النباتات وتتفاعل مع السموم. اه اه دي اللي احنا بنقول عليها انزمات النزع السمية. اللي هي انزمات تتفاعل مع سموين بانزمات نزع سمية. ما زيعته سعين ضحقن امرأة حامل بالهرمون المنبه لعضلات الرحم اثناء عملية الولادة. هرمون منبه لعضلات الرحم بيعمل ايه? بيخلي ان ها بيخلي ان الطفل يتريمي برا. تمام كده? يخرج برا الام. تمام كده? طيب انا دلوقتي حقنت امرأة حامل بالهرمون المنبه لعضلات الرحم اثناء عملية الولادة. يعني اسناء ما بتولد. ده هيسهل عملية الولادة. وكمان هيسرع من اندفاع الحليب من الغدد اللبنية. آآ استجابة لعملية الرضاع. بالاضافة بقى لكده لو انا جيت قلت لك. طب انا هانتهى بيه. آآ بس في الشهر. في الشهر التالت. هيحصل ايه? هيحصل اجهاض. طب انا انتهى بالهرمون المنبه دوك. بس في الشهر السابع. هتقول لي ان هيتولد عادل الطفل. لان ممكن يتولد في سبع شهور وممكن يتولد في تسعة. فبقى ازا لو برضو كان في السبعة هيتولد. ازا كان اكتمل مضجه ونموه يتولد الطفل عادي جدا. اما ازا كان لم يكتمل فمن الممكن ان يحدث آآ اجهاض او ان يموت الطفل. تمام كده? ولاجم في الغالب هيعيش. يعني هيحصل حمل عادي. حمل هيحصل ولاد عادي يعني. بعد كده اكتب الترتيب الصحيح للعبارات التالية تبقى ان مراحل تكوين الجنين. مراحل تكوين الجنين اول حاجة فيها ان بيبدأ يتمايز العينان واليدان. تاني حاجة عندنا ان بيبدأ يكتمل آآ نمو القلب. بعد كده في اخر حاجة لما يكون في اخر الشهور بقى يبدأ يتبطل نمو الجنين في الحجم. نوع الخلايا اه استجابة مناعية واولية طبعا المناعية الاولية دي بتبقى الخلايا الانفوية والباقية والتائية اللي هما العاديين يعني الخلايا الانفوية الباقية والتائية اللي هما العاديين. اما المناعات السنوية خلايا برضو آآ زاكري. زاكرة آآ باقية وخلايا زاكرة تائية. الوقت المستغرق هنا الاولية بطيء. يعني بياخد ما بين خمسة العشر ايام هنا سريع جدا. قارن بين البيروفرورين والانترفيرونات. البيروفرورين نوع الخلايا المفرزة اللي هي التيسي. اللي هي السمة. آآ الانترفيرون ده الخلايا آآ خلايا الانسجة المصابة آآ بفيروس. وهي وظيفة البيروفرورين ان هو آآ بيقوم بعملية تسقيب لغشاء الجسم الغريب او الميكروب او الانتجين او الخلايا السرطانية زي ما تحب يقول. اما الانترفيرون فده كل وظيفته ان هو يرتبط بالخلية الحية المجاورة بالخلية المصابة والتي لم تصب. يعني لسه ما تصبتش. بالفيروس ويحفزها على انتاج نوع من الانزيمات. يوقف عمل انزيمات نسخ الحمض النووي بالفيروس. بعد كده عندنا السؤال اللي بعده ما دور الذي يقوم به كل من. طبعا كل المعمل عليه غلط ده فهو ملغي. الذي يقوم به الحبل السري في جنين الانسان. الحبل السري بيقوم بعملية ايه? انه آآ بيوصل الجنين بالمشيمة دي حاجة. تاني حاجة انه بيقوم من خلاله نقل الغزاء اللي هو المواد الغزاء المهضومة والفيتامينات والمية والاملاح والاكسوجين والمواد الاخراغية طبعا اللي احنا في القالة دي فتنقل من الام للجنين. والعكس بقى ان يتنقل من الجنين للام اللي هي المواد الايه? الاخراغية وسهن يفصل الكربون. الجسم الاصفر في حالة اخصاب البيضة يظل آآ يفرز هرمون البرجسترون الذي يعمل على منع التبويض وتوقف الدورة الشهرية. كمان ان هو بيعمل على ان آآ انماء بطونات الرحم. تمام كده? لآآ واعداده لاستقبال آآ الجنين. بعد كده على طوى عندنا تجويف يستقر فيه رأس عزمة الفاغز. طالعا ما الفاغز دي يبقى الحقي. تجويف الحقي. السايتو بلازم في العضلات قلت لك ان الساركو بلازم اللي هو السايتو بلازم العضلات والغشاء الخلو للعضلات اللي هو الساركوليما اللي اتنين دول مهمين جدا 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 في الامتحان كمقارنة. بالاضافة كمان لان الشد العضلي والاجهاد العضلي مهمين مليون المية كآآ مقارنة. وخصوصا بعد الالغاء اللي حصل فمهمين مليون المية اللي اتنين دول. ممكن واحدة في يوم تيجي وممكن الاتنين. ما المقصود بافرازات المعدة الحامدية? طبعا دي اللي هي افراز اا اا افراز الاتشي سي ال اللي هو بتفرز من اا خلايا المعدة. اا اللي هي الخلايا الجدارية يعني بس ده مش عندكم في نوع من الخلايا اسمه الخلايا الجدارية هدي اللي بتفرزه. فالاتشي سي ال تمام كده ده بيموت الميكروبات اللي دخلة مع الاي من الطعام مما يمثل خط الدفاع الاول. اما التيلوزات دي نموات زائدة بقى ودي مهمة جدا تعرفها. التيلوزات مفيش امتحان مش هتلاقيها فيه. هي نموات زائدة تنشأ نتيجة تمدد الخلايا. البرانشيمية المجاورة الكصيبات الخشب. وبتمتد داخلها من خلال النكر. فتعيق حركة الكائنات الممرضة. مكان خلايا سلطولي بتوجد اا داخل كل انايبابة منوية بالخصية. وزيفة ان يا بتفل السائل قلع وبيقوم بتخزية الحيوانات المنوية بالاضافة لان لها دور مناعي. او بيعتقد ان لها دور مناعي. اما الميسم ده مكان بتاعه بيوجد فيه متاع الزهرة في نهاية القلم من فوق. آآ ووزيفته ان هو عبارة عن كرسي لازج آآ بتلتصج به الحبوب اللقاح. عشان بقى يحصل الاخصاب او يتنشط ايه الهرمونات او غيره. تمام كده. بعد كده عندنا اختر الاجابة الصحيحة تتحول الخلية البيضية الثانوية الى بويضة امتى عشان تتحول البيضية الثانوية لبويضة يجب ان يكون دخل الحيوان المنو داخل البويضة اي حصل داخل البيضة الثانوية اي حصل اخصاب وفيين بيحصل الاخصاب بيحصل الاخصاب في قناة فالوب طبعا ما بيحصل الاخصاب في قناة فالوب يبقى اذا انت تتحول الخلايا البويدية السانوية الى بويدة في قناة فالوب فسر بعد القضاء على الانتجينات الغريبة ترتبط الخلايا التائيا المسبطة التي اس بوسطة المستقبل cd 8 مع الخلايا الباقية البلازمية والخلايا التائية المساعدة تي اتش今年 تي سي يعني ان ابقالك بعد القضاء على الانتجينات الغريبة بترتبط التي اس عن طريق المستقبل ده. مع خلايا باقية بلازمية وخلايا تاقية مساعدة. ليه? عشان توقف عملهم. تمام كده? بس الارتباط دواكي خليها تفرز اللينفوكينات. مما يصبت عملهم بعد القضاء على الميكروب. وبيختزن البعض منها في الاعضاء اللينفوية. تمام كده? آآ حتى ازا اصيب الجسم بقى مرة اخرى بالمرض بيبدأ ان ايه? تشتغل الخلايا اللي تحافزت ده او تخزينت ضده. فقد الخلية كدرتها ده طبعا ملغي. وضح تأثير كل من نقص اليود. نقص اليود يعمل على طول آآ نقص في افراز هرمون السيلوكسين وبالتالث ايه? جويتر بسيط او تضخم بسيط. هرمونات نخيع الغدة الكذرية على الكبد والقلب. نخيع الغدة الكذرية آآ دي اللي هي الادرينالين والنور ادرينالين. دول بيعملوا ايه? كل اللي بيعملوا ثلاث حاجات. اول حاجة ان هي ضربات القلب بتزيد. وسرعة ضربات يعني سرعة ضربات القلب بتزيد. وضغط الدم ده على القلب وعا الكبد انه بيخلي الكبد يحفزه على تحويل الجرايكوجين الى جولوكوز. بعد كده وضح الشكل الذي امامك تركيب حيوان منوي ما دور كل من التركيبين تلاتة واربعة. تلاتة ده اللي هو السنتريولان او الجسم المركزي ده اللي دور في انقسام البويضة يعني بيساعد على ان البويضة تنقسم. آآ الميتوكنديريا ده اللي هو رقم اربعة. وده اللي هو طبعا بيمد الحيوان المنوي بالطاقة اللي زميل الحركة. ما المادة التي يفرزها التركيب رقم واحد? طبعا الحيوان المنوي هي ايه? هي ليوريونيز. والبويضة محاطة بهياليوريونيك. مع عدد الصبغيات في التركيب واحد او اتنين. في التركيب اتنين طبعا النون. اللي هي النواة. اكتب المصطلح العلمي. قدرة البويضة. قدرة البويضة لا يوجد تعريف عندك في المال هجيبدأ بكدرة البويضة الا التوالد البكري. تمام كده? ولكن خد بالك. لو جابهلك زي ما مكتوب قدامك كده يبقى تتوالد بكري بس. لو جيه قلك. وراح جاي في الاخر كده قلك عن طريق. مش عارف الاشعاع. او مش عارف الاملاح. او اي حاجة من الحاجة دي او بالوغز او كزا. يبقى هنا توالد بكري صناعي. وفي كلا الاحوال. لازم هتلاقي التوالد البكري درجة مضمونة معاك في الامتحان. سواء يجيبه لك انت تعرف او سواء تكتب المصطلح العلمي. او سؤال فيه اللي هو علل. تمام كده? فالتوالد البكري ما فيش غنى عنه في الامتحان بجانب التقطع. اللي هو بتاع بلازموديوم الميلاريان. بعد كده اندماج احدى النواتين بمش عارف نواة الكيس الجنيني عشان تكون اندوزبيرم ده اندماج سلاسي. يعني بص التعريف اللي هتلاقى فيه تلاتة نون ده اندماج سلاسي على طول. طيب فسر هيكل سكر في صفات في شريد الدي ان ايه غير متماثل. طبعا السؤال ده من الاسئلة اللي يعني اه الواحد بيجي له فترة يزهق منها. لان هبت الكورور كتير كده هو سؤال بسيط جدا. تمام? فبكل بساطة بقوله لانه بيحتوي على مجموعة فسفات حرة طليقة مرتبطة بزارة الكربون رقم خمسة. في اه السكر الخماسي في احد نهاياته. والنهاية التانية فيها مجموعة خيدروكسايل. تمام كده حرة ومرتبطة بزارة كربون رقم تلاتة مش خمسة. تلاتة. تمام كده? فبالتالي بيخلي ده غير متماثل. تمام كده? هيكل سكر فسفات ده اللي هو الشريط الواحد تلاقي في حتة في ناحية في فسفات في ناحية فيه او اتش. كمية الدي ان ايه في المحتوى الجيني? ليس يطلعها علاقة بمقدار تعقد الكائر الحي. او عدد البروتينات. طبعا ده سيبك منه لان ده برضو ملغي. اللي هو بتاع حيوان السلماندر والكلام ده كله. طبعا ما المقصود بالنورات والغلاف الزهري ده بسيطة جدا دي. بعد كده بيجي يقولك اختر الاجابة الصحيحة في دولة حياة بلازموديوم الميلاريا تنخسم الاسبوروزويتات في الكبد? هل جنسيا بالامشاج عشان تكون اطوار? لا. لا جنسيا بالتقطع? اه لا جنسيا بالتقطع عشان تنتج الميلوزويتات. بص هنا عايز يغلطك لا جنسيا بالتجارسم عشان تنتج ميلوزويتات? لا. التجارسم في اسمها دي في البعوضة وهو دي بحصل فيها تكاثر بالتجارسم. اما وبيحصل فيها برضو تكاثر بالامشاج عشان اللي هو بتكون فيه اللاقيحة وبعاكاته الحركي وهكذا. ولكن في الانسان بيحصل اللي هو لاجنسي بالتقطع عشان تنتج الميلوزويتات. بعد كده ماذا يحدث عندك? السؤال ده قلناه ميت مرة يعني في الناس اللي امتابعة في المراجعة وكده. قلنا ان دايما لو قال لك اخفك خط الفلاني في الدفاع على طول تقول له ان الخط اللي بعدها هيشتغل. تمام كده? بس يعني هنا بقول لك اخفك خط الدفاع التاني. بتقول له هتشتغل المناعة المكتسبة اللي هي خط الدفاع التالت. تمام كده? اللي هي عبارة عن خلالة مفاوية باقية وتاقية. بعد كده الخلال بينية في الهايدرا والخلال بينية في الانسان. في الهايدرا بتنقسم وتتميز الى برعم اللي هو بيان متدرجين لفرض جديد. يشبه الام تماما. او الفرض الابوي. اما الخلال بينية في الانسان دي بقى تفرز هرمون التستستيرون. اه اللي بيعمل على ظهور الصفات الزكالية الثانوية عند البلوغ. اه وكمان نمو البرستاتا والحوصلتان المنويتان. رسم الجهاز التناسولي الانساوي طبعا ده هينزل على اقمناه ان شاء الله خلال الاسبوع ده الرسمات كلها. هو احنا كنا خلصنا لحد آآ النبات نقص لنا فيه بس رسمة انبات حبة اللقاح. وبعد كده ندخل على آآ اللي هو التناسولي في الانسان. ثم بعد كده على طول آآ المناعة. تمام كده. فان شاء الله خلال الاسبوع ده ربنا يقدرنا وهنزلك الرسمات كلها. بعد كده ادرس الشكل المقابل ثم اعجب. احدد آآ الرقم الدال على كل من. الاكتين. الاكتين ده اللي هو رقم تلاتة اللي هو القيط الرفيع ده. اه الخيوط دي. اللي هي لتحت دي. الرفيع دي الاكتين. الميوسين اللي هو رقم. اه اربع. القطع العضلية. اللي هي بما تسمى المسافة بين الخطين. المتتاليين. اه دي القطع العضلية اللي هو خط واحد والخط ده اللي هو الزد. والمنطقة اتنين دي اللي هي المنطقة شبه المضيئة. آآ وبس على كده. ايه تاني? لماذا تسمى العضلات الملساة بعضلات غير مخططة? طبعا بتسمها بالاسم دواك لعدم وجود آآ مناطق داكنة ومناطق مضيئة في العضلات. يعني مش مخططة عشان ما فيش مناطق مضيئة او ايه مناطق مظلمة. هنا لديك اشريت دي ايه يحمل تتابع كزا كم عدد قواعد البيورين واللفات. البيورين اللي هي الايه والجي اللي هي حلقتين. اه دي هي كان عددهم لك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. بس كده. كم لفة? هتعد دول كلهم هتلاقهم اتناشر. طالما اتناشر يبقى دي ايه? لفة واحدة بس كاملة. اكتب تتابع اللي بيتكمل معها وما اسم الانزيم الانزيم اللي بيبنيه البلمرة. والتتابع بالشكل ده. بعكس. وابدأ ال اي يتكمل مع ال تي. والسي يتكمل مع ال جي. واكملهم وخلصة على كده. اكتب المصطلح العلمي انزيم لها القدرة على تحليل دي ايه تحلل الكامل ده انزيم الدي اكس رايبونيوكليز. وضح دور الحالق في النباتات المتسلقة. الحالق. بيبدأ عامله بانيادورة في الهواء حتى يلامس دعامة او جسم صلب. يلتف حوله. ويوثق التصاقه بي يعني بيمسك فيه جامد عن طريق اللف فيه دور. ثم يتموج. وبيتغلص ويشتد. فيشد النبات نحو الدعامة فيستقيم نبات البازلاء رأسيا. ما دور الاسيطايل كولين? الاسيطايل كولين ده هو اللي بيعمل تلاشي فرق الجهد. تمام كده? على غشاء مين? على غشاء الليفاء العضلية. فبالتالي يخليها في حالة اللاستكتاب. فبالتالي يبدأ يحصل ايه? ان هي تنقبض. يعني يكون الصلح الخارجي موجب والداخلي. اه لا بيحصل ان يكون الداخلي موجب والخارجي سالب. ده حالة ايه اللاستكتاب. فده بقى بيزود نفازية اه الخلية لايونات السوديون وبالتالي بيحصل ايه انكباض العضل. بعد كده علل استخدام وسائل معملية كالطرد المركزي. طبعا السؤال ده بيجي دايما يقولك اه فسر مش عارف اه انتاج اه زكور لللحم وايناس للبن. او استخدم وسائل معملية كالطرد المركزي ومش عارفوا المجال الكهرباء المحدود في بنوك الامشاج. او علل يمكن التحكم في حيوانات المزرعة. كل الحاجات دي هي اجابة بنفس السؤال للتحكم في جنس المواليد في حيوانات المزرعة حيث انه يمكن فصل الحيوانات المنوية ده الصبغ الجنسي اكس عن الصبغ الجنسي واي وبالتالي بهدف انتاج زكور لللحم وايناس لانتاج اللبن. بس كده. طبعا الواي ده اللي هو بتاع الزكر. الاكس دي بتتميز بالقدرة على الحركة. اه عشان اه بتفقد معزم السيتو بلازم بتاعها اسناء تكوينها وده بيخليها اخاف. وكمان بيبدأ ان بيستدق يسمها من قدام. وكمان بيتزود بصوت يعني بتبقى رفيعة وكمان لها الصوت ده اللي هو الديل بتاع الحركة. فعشان كده بتقدر انها تتحرك. اكتب اسم التقنية المستخدمة حصول نبات جزر. دي طبعا اللي هي زراعة الانسجة. اخصاب بيضة المرأة خارجيا بحيوان منوى من زوجها. ورعايته في وسط مغزل حد التوتية. دي اللي هي اطفال الانابيب. اختر الاجابة الصحية من اليات المناعة البيو كيميائية. طبعا كل دول من المناعة التركيبية. اما انتاج الفنولات من المناعة البيو كيميائية. بعد كده كمان تركيب الفقرة طبعا دي اول رسمة نزدت على الخناعة. نزلة يعني. اه موجودة بالفعل. بعد كده اخر سؤال في الامتحان. يوضح الشكل المقابل تركيب الجسم المضاد في دوق زلك اجب. ما الذي يشير اليه الركمان اتنين وتلاتة اتنين ده موقع الارتباط بالانتيجين. تلاتة ده اللي هي الرابط كابريتي دية سنائية. طيب كيف تتحدد او يتحدد تخصص كل جسم المضاد? طبعا بقى بتخصص عن طريق الموال جسم المضادة بروتين. عن طريق تشكل الاحماض الامنية بتاعته للسلسلة اللي هي دول. تمام كده? يعني من حيث نوع الاحماض الامنية اللي بتكونه. والشكل الفراغي بتاعها بتاع الاحماض الامنية دي. فبالتالي الاحماض الامنية نوعها وشكلها الفراغي بيأثر على موقع الارتباط بالانتيجين وتخلي شكله يتغير. تمام? فبناء على الاحماض الامنية واشكلها الفراغية اللي هي آآ بتكون السلسلة الببتدية بيتحدد تخصص الجسم المضاد. كده نكون خلصنا الباب الاول باب اول كده نكون خلص ده امتحان الفين وتسعتاشر آآ الدول الاول آآ معلش بس الدماغ بايزة شوية آآ بس ده كده بكل بساطة امتحان الفين وتسعتاشر ومن الامتحانات الحلوة يعني برضو. وامتحان الدول التاني برضو بتاعه وكويس وحلو. آآ لو عايز تكمل وتحصل على بقية الامتحانات. في اشتراك بمية جنيه. عشان يوصلك حل الامتحانات وتشترك في مراجعة آآ مهمة جدا. وبنحل فيها امتحانات آآ كتير ان شاء الله. وكمان مراجعة آآ من ميني بوكلت. وكمان لو في اي سئلة بتسألها وغيره. يعني لو حابة منك تنضم فهي بمية جنيه مش غالية يعني. ولو عندك اي ظروف تقدر تكلمني. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتعمل شير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.